هل حالياً بالفعل الكل في أوكرانيا يحمل السلاح؟ طبعاً لا، هناك مظم الشعب مسالم ولا يريد حمل هذا السلاح ويريد أن تنتهي هذه الحرب بأقرب وقت ممكن ولكن نعم هناك تم تشكيل بالأحراب في كيف وفي مدن أخرى تم تشكيل كتائب للدفاع الشعبي ووزع عليهم قليل من السلاح علماً أن هناك الكثير من من يريدون بالإشراك في هذه الدفاع الشعبي ولكن لم يتم تسليحهم لأسباب قانونية طبعاً فبالتالي لا، ليس كل الشعب الأوكراني يحمل السلاح نعم يساعدون بطرق أخرى الشعب يساعد ويؤذر جيشه بطرق أخرى بتقديم المساعدات الإنسانية بتأمين الطعام، بتأمين البلابس وما إلى ذلك لكن لا حتى في موظم الأحيان يقوم الجيش الأوكراني بصد الهجومات التي تشن عليه وليس الشعب الأوكراني لأنه ليس مدرب لكي يقوم يعني موظم الناس طبعاً عدل الذين خدموا في الجيش ليس مدرب على حمل السلاح هذه أول حار يواجهها الأوكرانيون يعيشها الأوكرانيون من الثمانية والسلاح اسمح لي يا سيد يحياء ولكن تم انتظام أكثر من 125 ألف متطوع تم توزيع عشرة ملايين رصاصة تم توزيع كذلك قاذفات سواريخ زلينيسكي نفسه قال من يرغب في حمل السلاح فليتوجه إلى أقرب مقر للشرطة وسيناله سلاحاً هذه الأخبار التي تأتينا بشكل رسمي تفضل أوكي يا سيدي أنت تتكلم عن 125 ألف مثل المتطوع موزعين على 40 مليون مواطن أوكراني هل هذا عدد كبير؟ طبعا ووزعهم على جميع المدن الأوكرانية التي يحاول جيش الروسيا الدخول إليها فبيطلع عنا بيتين شخص في كل مدينة فهذه ليست بالأعداد الكبيرة اشتركوا في القناة